أطلقت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة مبادرة باب رزق لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع عدة مؤسسات من المجتمع المدني وقال عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد الكندري إن باب رزق أحد المشاريع المهمة التي تتبناها الجمعية وذلك للمساهمة في تطوير الحياة المهنية للمقيمين بصورة غير قانونية وتمكنهم من إعالة أنفسهم وأسرهم عن طريق توفير برامج تدريبية نظرية وعملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلية وأفاد الكندري أن المشروع يسعى للمساهمة بتعديل تركيبة السكانية بتوفير ما يحتاجه السوق العمل من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة للشباب من تلك الفئة ومبينا أن الجمعية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع بعض جمعيات النفع العام بهذا الشأن مشروع مبادرة باب رزق هو يأكد أنه هو رسالة وهدف الجمعية في تحويل اليد السائلة إلى يد منتجة من خلال من خلال من خلال من خلال خضاعهم بدورات تألهم في أنهم يدشون سوق العمل بالإضافة إلى اللي هو مشاركة بعض الجمعيات النفع العام في أن يكون التدريب عن طريقهم بعد ما يأخذون الدورات هذه اللي هو دور استشارية ومكاتب اللي هي راح تساعدنا فيها تعطي الشهادات والخبرة المطلوبة لهذه الأعمال مبادرة باب رزق هي مبادرة طبعاً تتبنىها الجمعية الكويتية الأسر المتعففة معنية بتدريب وتأهيل مجموع من الشباب من الفئة الغير محددية الجنسية واتفقنا أن يكون عدد ألف متدرب على دفعات كل دفعة خمسين متدرب بعد دراسة سوق العمل الكويتي وأخذ بتوجه سيد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بتوجيه الدعم المالي إلى داخل الكويت وليس خارج الكويت بالإضافة إلى المساعدة في طرق أبواب حل مشكلة التركيبة السكانية والمعنية بإحضار مجموعة من العمالة الغير منتجة إلى دولة الكويت نحن نعلم أن ممكن أي دولة تستفيد من خبرات وعقول وتجارب الدول الأخرى في الدولة ولكن نحن نتحدث هنا عن تجارب أو خبرات بسيطة جداً من باب مدخل بيانات أو طباع ومن غير المعقول أن تكون دولة تستورد أو تجيب شخص عفواً يشتغل كاشيل أو مدخل بيانات أو الوظائف البسيطة اللي ممكن توفيرها من داخل سوق العمل هذه بداية الخير بإذن الله أن يكون هناك تدريب وتأهيل لكثير من المستفيدين من فئة غير محددي الجنسية وإن شاء الله بإذن الله نحن كجمعية مساندين لكم معنوياً ومادياً وبإذن الله معكم في إيصال لكم للأهداف السامية بحيث أن يكون هناك دعم من خلال الجمعية الإعلامي وكذلك في الشأن القانوني وكذلك في أي شيء يحتاجه هذا المشروع بالتحديد وإن شاء الله بإذن الله أن يكون المستفيدين نراهم في سوق العمل ونرى الدعم الحكومي في هذه المبادرة بالتحديد لأنها تبقى مبادرة إنسانية وتقطي جانب كبير من جوانب الأسر المتعففة في الكويت